للاحتفال بعيد ميلاد شوغا جين انتخى وقال انا راح اتفع الفاتورة واللي قيمتها 900 دولار كما انه فرقة بي تي اس على السعدات تام لاطلاق مسلسل اسطوري بعنوان break the silence ولجميع العرميز تعرفوا على السبب بكاء فرقة بي تي اس كم شخص منكم بيرغب بالانضمام لوكالة اس ايم لان الحلم قد يسبح حقيقة وتقديم الطلبات قد بدات كما ان الاكسولز قاموا بيرفع قضايا لجميع التعليقات الخبيثة لتشين خلال يوم واحد احتفلت تيان بعيد ميلادها وتوفى والدها وهل فعلا راح نشاء التعاون يجمع ملكات الكيبوب بلاك بينك مع ملكة البوب اللاتيني تاليا بعمل واحد قريبا واعضاء فرقة بيك بانك قاموا بتجديد عقدهم مع وكالة واي جي واد زيو من فرقة توايس في الحجر الصحي الذاتي بعد وصولها الى منزلها في تايوان ولمدة 14 يوم مرحوهم مبعف دب الحالك بحلقة جديدة من حصاد الكيبوب بس طبعا قبل ما نبدأ لا تنسوا العصاء السحرية اللي هي عصاء الخنف وشارية اوكي هاي لازم نجهزوها ليش جو عشان الهيترز جاس اوكي لازم نعملهم هيك الهيتر بس انا مش هيتر لا هو مثال انت مش هيتر I know that هم الكاريهيم انت مش كاريه انا محب من كيبوب ولكن هادو هو المثال استعمالها الكاريهيم قبل ما نبدأ لا تنسوا اتفعلوا جرس الاشيرات هم بعد لايك شير كومنت اه قبل ما تبدأ استنى استنى او صح انا نسيت المغنف الازرق وصل ريحته فريش او ماي جود الاخبار الموجودة عبارة عن دمار شامل طبعا اتفعلوا جرس الاشيرات لايك شير كومنت 300 الف لايك اسمع اسمع هم متعودين بكل حلطة يا رب احتي علينا هالقصة عن جد نفسها لقيها بصراحة بس بتطلع لما ايش انزلت المغنف الازرق نفس افهم اوكي انا مستعد هالاسبوع احتفلوا جميع الارميز بعيد ميلاد شوغا واللي صار عمره 26 سنة وخلال هالمناسبة تلع على الفي لايف واحتفل مع الارميز مباشرة بالاضافة بانه فرقة بيتي اس كانوا مجهزين له مفاجأ بالاحتفال بيوم عيد ميلاده لكن كل هاد مش موضوعي انا موضوعي عن الفيديوهات اللي تم نشرها على حسابات فرقة بيتي اس على السوشال ميديا تحديدا هذا الفيديو طبعا بيتي اس كلهم مجتمعين وهم بعد الكادر متواجدين مع فرقة بيتي اس جيمين كان حامل القالب الحلوى وطبعا لازم يكونوا كلهم مجتمعين حول شوغا والمصور هو القائد ار ايم وردت فعل شوغا عبارة عن صدمة او عبارة عن خجل او عبارة عن شنو بالضبط مش فاهم لكن ايضا هاد مش موضوعي موضوعي عبارة عن مينو بدي يدفع الفاتورة واذ فجأة جين بطلعوا بقولهم والله ما حد بيدفع غير انا واذ بيتفاجأ بانه الفاتورة بقيمة 900 دولار يس هالجلسة كلفتهم 900 دولار اوكي هسا ننتقل الى الصدمة لما نقرر جين انه يدفع الفاتورة طبعا ما دفع الفاتورة كاش دفعها عن طريق البطاقة يعني اكو بطاقة ائتمانية والارميز معقول هذا الشي تخبع لهم فورا عملوا سيرش على هالبطاقة وطبعا هنا المفاجأة بانها طلعت بطاقة في اي بي وهي بطاقة هيونداي السوداء الرقمية واللي تم توفيرها للمستهلكين في اي بي بنسبة 0.0% اما عن عدد الاشخاص اللي بيمتلكوا هالبطاقة هم تسعة تلاف وتسعمية وتسعة وتسعين شخص من انحاء العالم وطبعا فرقة بي تي اس من دمن الاشخاص الحاملين لهالبطاقة المميزة اللي بتوفر خدمات اللي حاملها بمزايا مثل خدمات المتعلقة بالسفر والثقافي والكونسورت والفنادق وخدمات التجميل ورحلات الفيرست كلاس اما بالنسبة لحد الادنى اللي توفرها البطاقة لهالمستهلك هو 1700 دولار فلذا بكل بساطة شال جان البطاقة ودفع بكل بساطة 900 دولار بهاي الليلة وقال لشوغا اختفي عن وجهي لا طبعا هاي من عندي بصلاح كما انه هالاسبوع رح تنزل الساوند تراك الخاصة لفي لانه قام بغناء الاوغست لدراما التيمون كلاس فيعن الارميز بكامل حماسهم لحتى يسمعوا الساوند تراك الخاصة لهالدراما واللي من بطولة اعز اصدقائه بارك سيو جون فاللي ذا مشاركة صوت في بهالدراما رح يرفع بالشكل اكيد بالمشاهدات والاعجابات مثل الصاروخ كما انه رح تنزل الساوند تراك بتاريخ 13 مارتش واللي بعنوان سويت نايت اوكي هسا ننتقل الى يونغ سون جاي من فرقة بي تو بي واللي عبر عن مشاعره الصادقة حول الالبوم فرقة بي تي اس الجديد انا اي من بي تي اس انده هسا خلال المقابلة كان المفروض بانه يوكسون جاي يتحدث عن احدث الالبوم قدمه لكن سؤال واحد طرحه بعض الارميز حول الالبوم فرقة بي تي اس ومن بعدها نيسي حاله وصالت كلم عن اعجابه الشديد بالالبوم والاغاني المذهلة اللي حطمت ارقام قياسية فبعض الارميز بيعرفوا بانه يوكسون جاي وفي من بي تي اس تجماعهم صداقة جدا قوية كونوا اثنياتهم بنفس العمر وقال ار ايم واكد بانه فرقة بي تي اس بدأوا بالبكاء بعد ما سمعوا بانه حفل سي اول التغى بسبب مخاوف من تفشي الفيروس خلال تواجد ار ايم قائد فرقة بي تي اس على الفي لايف اعلن واكد بانه كالة بيج هيت قامت بالغاء حفل فرقة بي تي اس في سيول واللي كان مقرر انه يقام بتاريخ 11 و 12 و 18 و 19 ابرول لكن بسبب تفشي المرض تم تأجيل حفل فرقة بي تي اس الى اشعار اخر بالاضافة بانه فرقة بي تي اس حطموا رقم جديد مع الفان كام الاكثر مشاهدة عبر التاريخ واللي ما بتعرفوه بانه جميع الايدولز الكيبوب بتنفسوا باكثر مشاهدات على الفان كام لايجوا بكل بساطة فرقة بي تي اس واثنين منهم بالذات اللي حطموا الرقم قياسي بتجاوزهم 100 مليون مشاهدي هم جيمين و في ياس ذاتس رايت هسا جيمين اتجاوز 100 مليون مشاهدي خلال سنة بيعداوه على المسرح باغنة فيك لاوف بالاضافة بانه في وخلال 10 اشهر ادر انه يتجاوز 112 مليون مشاهدي بيعداوه على المسرح لاغنة بوي وث لاوف كما انه فرقة بي تي اس رح يصدروا مسلسل وثائق جديد بعنوان بريك ذي سايلونس كسر الصمت فبيعملوا فرقة بي تي اس حاليا بتسجيل علامة تجارية لمسلسل وثائق جديد واللي رح يكون من انتاج بيك هات 360 و بيك هات انرتينمنت لحتى يقوموا بتسجيل علامة تجارية لمسلسل بريك ذي سايلونس ديكومنتري سيريس 1 و سيريس 2 يعني السلسلة من جزئين وهالعمل يعتبر ثالث انتاج وثائق لفرقة بي تي اس من بعد نجاح burn the stage وايضا فيلم bring the soul وقريبا بريك ذي سايلونس اما وكالة بيك هات واللي احتلت المركز الرابع في الشركات الاكثر ابتكارا في العالم لعام 2020 وهذا بحسب تصنيفات fast company واللي تم الكشف عن قائمة بتحتوي على خمسين اسم لخمسين شركة عالمية لكن اللافت بان وكالة بيك هات كانت وبيكون جدارة في المركز الرابع اما عن سبب اختيار هالشركيات بالذات لانه لهم تأثير جدا كبير بالثقافة والصناعة هالخبر مش غريب على كل الارميز لانه الابوم map of the soul 7 اتصدر المخططات الموسيقية الشهرية لأوريكون وما زال عم بيستمر بالنجاحات وبيحصد جوائز عالمية ومؤخرا سيطر على مخطط أوريكون الشهري ولو تركزوا اكثر بانه هاد يعتبر انجاز تاريخي لفرقة بي تي اس كونهم مش بس سيطروا عن مركز الاول لانه اللحظوا اكو فرق جدا شاسع بين اول مركز وثاني مركز هسه نمبر وان بي تي اس نمبر تو فرقة يابانية بعنوان سكسي زون والفرق بناتهم اكثر من 200 الف وحدة واو بي تي اس واو ارميز وفرقة بي تي اس اظهروا الجانب الفاني المضحك لهم باعلان شركة سامسونج لهاتف جالاكسي اس 20 هسه على الرغم انه الفيديو قصير جدا لكنه بيحتوي على مشاهد جدا مضحكة لفرقة بي تي اس بلقطات ولا ارواع وجدا يعني ناتشرل طبيعية لهاتف سامسونج جالاكسي اس 20 الترا اما فرقة تمورو اكس توكيذر تي اكس تي واللي اظهروا الجانب المثير لشخصياتهم بعيد عن الطفولة لصالح مجلة ديزد واللي رح تكون متاحة في اصدار ربيع 2020 من ديزد اعلان هام لكل فتاة لكل شاب بيحلموا بالانضمام لوكالة اس ام فالحلم قد يصبح حقيقة فوكالة اس ام ابتكرت طريقة جديدة وفردة من نوعها لتدريب واكتشاف مواهب جديدة باعتبارها واحدة من اكبر ثلاث شركات بعالم الكيبوب فوكالة SM حلم الكثير من الفتيان والفتيات للانضمام تحتها الوكالة ولحسن الحظ بإمكان وكالة SM إنها تقوم بتدريب متدربين جداد من خلال موقعها على الانستا تحت عنوان تاج SM واللي يعتبر حساب رسمي لوكالة SM بجانب حساب SM Casting Official فلكل شخص بيمتلك مواهب صوتية رقص راب ومظهر جميل فبإمكانكم توقيع عقد حسري مع وكالة SM وهذا مش كل شيء أيضا وكالة SM رح تقوم بإرسال شح للطعام إلى مدرستك تحت اسمك فلكل الصبايا والشباب هاي الموقع موجود لأن الكاستنج قد بدأ وما أدراكم قد يتم اختيار فتاة أو شاب منكم سو هجوم هسا ننتقل إلى ملكات الكيبوب توايس لكن للأسف وانس أخبار فرقة توايس جدا محزنة نبدأ مع أول خبر بأنه تم إلغاء حفل فرقة توايس وسط مخاوف الفيروس وطبعا هذا القرار لمصلحة فرقة توايس والوانس أيضا كون الوكالي قامت بإيقاف جولة فرقة توايس لايت في سيول وقاموا فرقة توايس بالاعتذار لكل الوانس على السوشال ميديا لكن الخبر المحزن بأن تزويو من فرقة توايس في الحجر الصحي وهات بعد وصولها إلى تايوان ففعلا تم تأكيد بأن تزويو في الحجر الصحي الذاتي بعد وصولها إلى منزل والديها في تايوان وهات بتأكيد من وسائل إعلامية تايوانية وهي Liberty Times فبحسب مقالة والدة تزويو بأن بعد ما وصلت إلى بلدها بتاريخ 3 مارس تم توجيهها للبقاء في الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوم كما إنها قالت بأن تزويو في وضع محبط جداً لأنها لا تستطيع مغادرة المنزل ولمدة 14 يوم لكنها أكدت لكل الوانس بأن تزويو عم بتقوم بتسلية نفسها بنفسها من خلال مشاهدة الأفلام والموسيقى والرياضة داخل المنزل وبالنهاية كلنا نتمنى لتزويو إنها تقوم بالسلامة وترجع لفرقة توايس من جديد كما إنه سوهو من فرقة اكسو على استعداد لإطلاق أول ألبوم مصغر بعنوان سلف بوتريت واللي رحتم إطلاقه بتاريخ 30 مارس بالإضافة أنه الألبوم بيحتوي على 6 أغاني واللي ما بتعرفوه بأنه سوهو كان مشارك بإنتاج جميع الأغاني المدرجة بهالألبوم أما الوسيم والمثير كاي واللي يعتبر أول آيدل كوري يقوم بتصوير إعلان رسمي لماركت جوتشي وكونه أول آيدل حصل على لقب جوتشي كينغ كونه سفير العلام التجاري العالمية لماركت جوتشي واللي ظهر بكامل وسامته وعناقته وجاذبيته بهالإعلان هاد أما بالنسبة لفانز فرقة اكسو هم الأكسو واللي قاموا بالتبرع بمبلغ 10600 دولار أمريكي لجهود الإغاثة والوقاية للفيروس طبعا كل هاي التبرعات تحت اسم فرقة اكسو أما بالنسبة للاكسوولز تحديدا صفحة اكسو جلوبل وصفحة تشين يونيف نيت واللي قاموا بجمع أموال لحتى يرفعوا قضايا على كل من قام بتعليق خبيث على تشين فمثل ما بتعرفوا مؤخرا بأنه تشين أعلن ارتباطه ورح يتزواج قريبا وبدأت بعد التعليقات الكارهة والمسيئة بحقه كأنه البعض طالب بمغادرته من فرقة اكسو والموضوع زاد عن حده لكن وكالة اسم لم تتخذ أي إجراءات صارمة بحق هاي التعليقات الخبيثة ولذا صفحة اكسو جلوبل وتشين يونيف نيت اتوكلوا بها المهمة لحتى يرفعوا دعوات قضائية على كل صاحبة اكاونت قامت بكتابة تعليق خبيث على تشين يعني تخيلوا بأنه الاكسو هولز اتصرفوا ووكالة اكسو اللي هي اسم لم تتخذ أي إجراءات قانونية أما تيان وهي قائدة فرقة جيرز جنريشن واللي هالأسبوع احتفلت بعيد ميلادها بعد ما أصدرت أغنية هابي واللي تم اطلاقها بنفس يوم عيد ميلادها لكن للأسف فرحتها ما اكتملت فبنفس هاليوم اللي احتفلت فيه بعيد ميلادها اتوفى والدها واللي كانت بمثابة صدمة بعد ما عاشت لحظات من الفرحة مع الفانز التي ختمها بخبر جدا مؤلم وفاة والدها أتوقع الكل متحمس للعودة القادمة لملكات الكيبوب بلاك بينك للساحة الفنية سمعنا بأنه الأسبوع الماضي أكو تعاون بين فرقة بلاك بينك وليدي جاگا وريانا جراندي لكن هذا الأسبوع كمان رح نشهد تعاون رح يجمع فرقة بلاك بينك مع المغني والممثل العالمي الإسباني تاليا فتاليا واللي تعتبر ملكة البوب اللاتيني وبلاك بينك هم ملكات الكيبوب وبرأيكم هالملكات لما يتجمعوا بتعاون واحد ايش ممكن يطلع هالسا باي ذوي مش بلاك بينك اللي أكدوا هالتعاون لأنه تاليا هيا خلال مقابلتها اتمنت بأنه أكو التعاون يجمعها مع فرقة بلاك بينك بالعودة هاي وللعلم الفانز اللاتيني الإسباني هم بيمتلكوا أكبر قاعدة جماهرية بالعالم وأنا أتوقع إذا أكو تعاون رح يجمع بلاك بينك مع تاليا رح يزيد من رصيد فرقة بلاك بينك بالمشاهدات والعالمي أما هاشتاغ واللي كسر أم الدنيا طبعا كل ما عليكم فعله هو الرقص على أغنية وانا بي لفرقة ايدزي واللي احتلت الترند رقم واحد بالعالم على اليوتيوب ومش بس هيك حتى أنه ألبوم ايدز مي حتى مرقام قياسية واحتل نمبر وان على الاي تيونز العالمي فهالالبوم يعتبر ألبوم تاريخي لفرقة ايدزي والعودها يعوده أسطوري كون اللحن إدماني والفيديو الموسيقي روعة والرقصها بعد أكثر من روعة يعني باختصار أعمل متكامل لفرقة ايدزي مع أغنية وانا بي والالبوم اللي كسر أم الدنيا ايدز مي أما هسا ننتقل إلى سومي واللي خلال مقابلة إليها حصرية عبرت عنده شتها وحسدها للأيدولز اللي بيقوموا بالعلن بإعلان مواعدتهم يعني بشكل عام حسدتهم لأنه بحسب ما صرحت بأنه في كثير من المشاهير بتواعدوا وبينفصلوا من دون ما حدا يعرف وفي بعضهم بيعانوا من مشاكل بالمواعدة والأجمل من كل هاد لما المشهور يكون واثق من نفسه ويعلن للجميع بكل راحة بأنه عم بيواعد أيضا هالأسبوع احتفلت سومي بعيد ميلادها واللي أصبحت عشرين سنة لكن طريقة تناولها لقالب الحلوة حسستني نعم تاكل مندي أو منسف أو دولما لأنه طريقة أكلها كانت جدا بعيدة عن تناول قالب حلوة بالطريقة هاي هسا باي ذوي هي حرة هاد عيد ميلادها خبر جدا سعيد لفانس فرقة بيك بانج بتجديد عقود طوب تاي يونج جيد راغون ودي سانج فكشفت وكالة واي جي في بيان رسمي بأنه أعضاء فرقة بيك بانج قاموا بتجديد عقودهم مع الوكالي واللي تعتبر ثالث مرة إلهم من بعد ظهور فرقة بيك بانج واللي أول مرة في عام 2011 والثاني مرة في 2015 والمرة الثالثة في 2020 أما جاكسون من فرقة غاد سيفين ولطلب من جميع الأقاسي الاستعداد لإطلاق مفاجأة جدا قريبة وبحسب ما أكد بأنه كان عم بيجهز لها من فترة طويلة لكنه عم بيستنى اللحظة المناسبة لإطلاق هاي المفاجأة فكام شخص منكم تحمس لعودة جاكسون للساحة الفنية كما أنه فرقة غاد سيفين على استعداد تام لمقابرة الأقاسيز مع سادس حدث الفان ميتنج للأقاسيز واللي بتاريخ 14 مارت يعني يوم الجمعة واللي تحت عنوان أما هاشتاغ واللي كسر أم الدنيا مع فرقة انستي وانتو سيفين كل ما عليكم فعله اختاروا أي مقطع من الأغنية وارقصوا عليها بشكل عشوائي مع هاشتاغ أيضاً ألبوم نيو زون لفرقة انستي وانتو سيفين حطم رقم قياسي بأقل من 72 ساعة كونوها الألبوم اتجاوز جميع السجلات لوحدات انستي بالمبيعات والمشاهدات والتحديات ومع أكثر من 530 ألف نسخة مباعة للألبوم وتقريباً 6.8 مليون مشاهدة خلال يوم واحد على اليوتيوب واحتلوا بعدها المرتبة السابعة على مخططات ميلون وهاد مش كل شي فالبوم نيو زون لفرقة انستي وانتو سيفين اتصدر والسيطر على جميع المخططات الموسيقية من ضمنها سينيرا كيوبو هوتراكس ياس 24 واحتل نمبر وان على الاتيونز لأكثر من 33 دولة بالعالم أما أساطير الكيبوب سوبر جونيور واللي سجلوا رقم قياسي مذهل بالسيطرة على الرسوم البيانية الموسيقية لكي كي بوكس ولمدة 122 أسبوع متتالي فعلاً ففرقة سوبر جونيور حطموا رقم قياس جديد مثير للإعجاب في أكثر موسيقى الكيبوب على الانترنت في تايوان وهذا لمدة 122 أسبوع متتالي على الإطلاق واللي كانوا نمبر وان أما رافي من فرقة فيكس واللي شارك إنجازاته المثيرة للإعجاب بحلقة برنامج كي بي اس هالو كانسلور كونه مؤخراً ظهرت شائعة بأنه رافي يعتبر أكثر الايدولز اللي بيكتبوا أغاني وأجروا عالي جداً وبهالمناسبة قال رافي أنا لست نمبر ثري في ميوزيك رياليتيز لأنه إذا كنت نمبر ثري كان شاهدتوني بمجوهرات ثمينة جداً لكنه أكد بأنه بيمتلك عدد جداً كبير للأغاني المحفوظة باسمه واللي تجاوزوا المية وستة وعشرين أغنية لكنه بعد ما أطلق أجدد ألبوماته أصبح بيمتلك مية وثلاثة وثلاثين أغنية محمية بحقوق التعليف والنشر باسم رافي أما العدو السابق من فرقة وانا وان أونغ سيونغو واللي على استعداد لإطلاق أول ألبوم مصغر بعنوان لايرز وهذا بتاريخ خمس وعشرين ثلاثة أما المغنية المنفردي آي يو واللي قامت بالتبرع بكل سخاء وهي للمرة السادسة على التوالي لمحاربة الفيروس وهس أريد من كل المشاهدين يحطوا الرقم اللي تبرعت في آي يو بصراحة لن يخطر على بالكم لأنها قامت بالتبرع بمبلغ مئة وسبعين ألف دولار أمريكي يس مثل ما سمعتو مئة وسبعين ألف دولار ولو أرجع أذكركم بأنه هاي المرة السادسة اللي تتبرع فيها آي يو ومجموعة تبرعاتها تقدر بمئتين وخمس وستين ألف دولار يعني بصراحة ترفع القبعة لآي يو 10 في تيان من برنامج وورد كلاس على السعداد تام لإطلاق أول ألبوم مصغر بعنوان reason for begin ونرح تم إطلاق الأم في بتاريخ 31-3 أما الألبوم بتاريخ 1-4 والرئيس التنفيذي لوكالة Pleadis Entertainment ومنتج فرقة Eyes 1 هو هانغ سانسو واللي قام بالتلحي عن منصبه لرئيس تنفيذي للوكالي وهذا في بيان رسمي عبر فيه عن استياءه وحزنه كون رح يتوقف عن إنتاج ألبيم فرقة Eyes 1 والتعامل معهم بعدما أنتج ثلاث ألبومات ناجحة لفرقة Eyes 1 هم Color Eyes Heart Eyes و Bloom Eyes وللعلم إنتاجاته ما توقفت عن فرقة Eyes 1 بل أيضا فرقة 17 New West و After School هاشتاغ Until We Meet You Again و هاشتاغ Take Care See Angry احتلوا الترند العالمي بعدما تم تجديد سيانغري في الخدمة العسكرية الإلزامية بشكل مباشر ومفاجئ فالهاشتاغات انتشرت على السوشال ميديا كدعم من فانس فرقة Big Bang إلى سيانغري Right Now We Talk About 80s هالخبر مش غريب عليهم لأنه فرقة 80s قاموا بإلغاء حفل موسيقي في باريس والسبب مثل ما قلنا بنعرفه الفيروس أوكي ركزوا معي لأنه هذا الخبر جدا مهم لفانس فرقة 80s هسه يمكن البعض منكم ما بيعرف بأن وكالة KQ هي وكالة فرقة 80s وشعار إدارة وكالة KQ Humanistic Theory وبالعربي النظرية الإنسانية فهالشعار معلق داخل مبنى وكالة KQ Entertainment لكن ماذا يعني هذا الشعار؟ هو منظور يركز على النظر إلى الفرد بأكمله ويؤكد على المفاهيم مثل الإدارة الحرة والفعالية الذاتية وتحقيق الذات بدل من التركيز على الخلل الوظيفي وتسعى إلى علم النفس الإنساني لمساعدة الناس على تحقيق إمكانياتهم وتحقيق أقصى قدر ممكن على رفهيتهم يعني باختصار وكالة KQ Entertainment مهتمة برفاهية وحقوق فرقة 80s أما المغني كانغ دانيال على استعداد لإطلاق أول آلبوم مصغر بعنوان سيان وهذا بتاريخ 24 ثلاثة وطبعا كلنا بانتظاره كونه اعتمد اللون الأزرق الرسمي لها العودهاي وللعلم هذا لون المفضل أما فرقة أسترو على استعداد تاني لإطلاق آلبوم منفرد بعنوان One and Only وهذا بتاريخ 13 ثلاثة للاحتفال مع فانس فرقة أسترو هم أروها للذكرى الثانوية الرابعة على تأسيس فرقة أسترو مع One and Only So show me Show you Show you Thank you Thank you